اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي لهذه الحكومات التي جاءت منذ احتلال العراق إلى اليوم خلال عشرين سنة الماضية الحكومات المتعاقبة واحدة من صفاتها أنه كل مسؤول يأتي منهم يشتم المسؤول الذي سبقه ويحمله كامل المسؤولية عن الخراب الذي حل بالعراق ويقول أن الكارثة ليس سببا فيها وأن من سبقه كان كذا وكذا وكذا وتصل إلى الفساد ويتهمه بالفساد وكذا والحقيقة أن كلهم فاسدين وكلهم مخربين وكلهم لا يفهمون وكلهم رجال دولة لكن واحدة من صفات أيضا الذين يعكمون العراق المسؤولين في هذه العشرين سنة اللي مضت أنهم ليس فقط يكذبون من سبقهم في المنصب لكن يكذبون أنفسهم بعد أن يجلسوا على كرسي أعلى والدليل على هذا واحدة من الأمثلة على ذلك أنه رئيس الوزراء الحالي محمد الشيعة السوداني عندما كان نائبا في البرلمان الحالي البرلمان الذي سبقه يعني البرلمان هذا اللي يسموه البرلمان العراقي وليس له علاقة بالعراق عموما عندما كان نائب قبل أن يصبح رئيس الوزراء كان يقول أن الربط السككي مع إيران أو عموم الربط السككي مع دول الجوار سيفقد العراق وبالذات مع إيران هو كان يتحدث سيفقد العراق موانئة سيفقد كثير من قوة الاقتصادية ستنتهي موانئة هكذا كان يتحدث وتسجيلات موجودة وموثقة بهذا الكلام لكن عندما أصبح محمد شيعة السوداني رئيس الوزراء قال كلاما آخر وذهب ووضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران ما الذي تغير لا أدري يعني قال أن هذا المشروع يمثل ثقل للاقتصاد العراقي ويخرج موانئ العراق من عزلتها ويخرج العراق من عزلتها هذا المشروع اسمي طبعا مشروع بصرة شلامتشة قال أنه مشروع حيوي يعني ما تفهمنا شلون يعني شو رح تخرج له هذا المشروع ببساطة شديدة جدا جدا سيربط إيران مع الغراق عبر السكيق الحديدية دعك من أن تقولون هذا المسافرين ردتوا تخرجوها بهذه التخريجة هذا فقط للمسافرين المشروع مخصص للمسافرين والزائرين هذه الكذبة شيلوها على صفحة تركونا من هذه الشغلة القطار هو ويحمل بكل شيء وفارقوناتا تشيل كل شيء تشيل بضايع وشيل السلاح وشيل مجاميع وشيل ميليشيات وشيل كل شيء هذا واقع الحال البواخر التي تأتي وهذه ببساطة يعني لكل واحد أن يتخيل أو ينظر إلى الخارطة ويرى البواخر التي تدخل بالخليج العربي وباتجاه شط العرب حتى تدخل الموانئ العراقية تدخل ميناء الفول لهذا يعني قصة غير قصة وتصل إلى ميناء البصرة وغيرها حتى تصل المياه تكون ضئيلة يعني ضعيفة وبها سفون غارقة والأفضل لهذه السفون أن تقف عند الموانئ الإيرانية الساحل الإيراني طويل وإذا ما أقفت عند السواحل الإيرانية سترمي البضاعة هناك المخصصة للعراق وتنقلها القطارات إلى العراق فبالتالي ما حاجة العراق إلى الموانئ ستقف هذه الموانئ وستنتهي لأن كل بضايا العراق ستأتي عبر البحر إلى الموانئ الإيرانية ومنها تنقل وسيقنعوك لأن نقلها أرخص والبواخر هذه والسفون شركات النقل هذه أفضل لها أن تضع البضاعة في هذا المكان بسعر أرخص وما تتحمل مخاطر الدخول والوصول إلى الموانئ وهناك موانئ عريضة وتقف عندها والأرصفة موجودة وتنزل في هذه الأرصفة وتنقل عبر السكك الحديدية للعراق إذن تجاريا العراق تنتهي موانئ هذا موضوع لا جدالة فيه الشيء الثاني هذه السكك الحديدية تربط العراق بالمشروع الإيراني بالمشروع التوسع الإيراني لأن هذا يذهب إلى سوريا ويذهب منك معرفة وين يوصلك إلى لبناني جوز ويفرك وماذا وين وهذا كل أسلحة وكل ميليشيات وكل مصائب ومخدرات كل تنقل لأن السكك الحديدية سكك مضمونة وخطوط مضمونة إحنا كل خضارنا وفواكهنا وبضايعنا ومصائبنا كلها تجينا من إيران مسلاحنا وميليشياتنا ومخدراتنا وكل شيء وأدوياتنا تجينا من إيران وما نستورد من الخارج الآن رح ينزل بموانئ الإيرانية فبالتالي تنقل إن يا إيران وإيران هي المسؤولة عننا وذلك إيران هي من تتحكم باقتصادنا هي من ستتحكم باقتصادنا وتفرض الضريبة اللي تريدها وهذا كله لصالح الاقتصاد الإيراني وليس لصالح الاقتصاد العراقي فالحكومة تحدث يعني مثل ما يقول ناطق بس من حكومة الموقع الجغرافي للعراق يعني يجب أن يكون قلب المنطقة في الترابط والسكك والبر والجود تمام لكن كيف مو بها الطريقة هذه مو بها الطريقة اللي يسلمون موانئ العراق تنتهي موانئ العراق لصالح إيران الرئيس الوزراء من شاف رئيس الوزراء الحالي من شاف أن الحديث كثير عن هذا الموضوع والموضوع مكشوف بهذا الشكل هو كان يرفض وكان يقول الأسباب الحقيقية كان يقول نفس الأسباب التي نقولها الآن ظهر للناس قال يعني المشروع مخصص لنقل المسافرين والزائرين زوار ذو لا يجونه بالأربعين وماعرف منه الله هو أكبر يعني هذا نسوي هذا الربط السككي ونؤثر على اقتصادنا موانئنا على موج الزوار والمسافرين نعم والزوار والمسافرين اللي أشيان شنو هذه مو طرق راح تجي طيب الزوار اللي يجونه من كل مكان ليش ما ينزونه بإيران ويجون بالقطار زوار الخليج كلهم عبر البحار بالأبلام يعبرون بالعبارات إلى إيران ويجونه بسكك الحديدية إلى العراق لا نحتاجي ربما حتى يأثر على مطاراتنا هذه واحدة من الكوارث المشروع لا يقول ما يأثر على مشروع الفاو الحكومة خصصت للمبالغ من الموازن صار أكثر من عشر سنوات الحكومات تتخصص مليارات من الموازن الميناء الفاو وميناء الفاو لا يكمل وهذه قضية طويلة المشروع ركيزة أخرى في تعزيز البنى التحتية لإقتصادنا هذا أكذا يقول المتحدث باسم الحكومة يقول المشروع يمثل ركيزة أخرى في تعزيز البنى التحتية لإقتصادنا كيف يا رجل؟ يعني هي وين البنى التحتية لإقتصادك؟ البنى التحتية لإقتصادك يجب أن يكون عندك كهرباء زينة يجب أن يكون صناعة زينة زراعة زينة بيئة زينة بيئة مساعدة على عدم وجود بطالة بيئة تشغل الناس تفعل عملهم مو بيئة تشجع على الكسل وتشجع على الاستيراد والعراق بلد مستهلك والبنى التحتية أنت لا كهرباء عندك لا مستشفيات عندك لا طرق عندك لا وين البنى التحتية التي تتحدث عن الاقتصاد؟ ما الاقتصاد لا يبنى هكذا الاقتصاد يحتاج إلى نعم بنى التحتية والبنى التحتية هذه شوارع وطرق وكهرباء ومي وصالح ووسائل عمل وزراعة وصناعة وإنتاج وكل شيء هذا حتى يحتي اقتصادك وحتى يجي مردود يدخل لخزينة ويقلل من اعتمادك على النفط اعتمادك على الواردات النفطية هذا واقع الحال هل موجود هذا؟ سويت سكك حديدية مع ايران سويت البنى التحتية زين أنتم ما تقولون هذا القطار هذا الربط السكيكي مخصص للزوار والمسافرين تحديداً شنو علاقة البنى التحتية هذه لاقتصادك ش رح يسووا لك هم جايين زوار يروحون شنو اقتصادك شنو علاقة اقتصادك به ش رح يصرفون ذول ونصرف عليهم اكل وشرب وطوال الطريق ومنام وبلاش وكل شيء بلاش ويمكن نطهم فلوس لأنه طلعت فيديوهات ناس توزع فلوس مو بس نوزع لهم اكل ونخدمهم ونوديهم لأنه زوار هذا الذي دي حدث ولا لا انت بناك التحتية الموجودة والمنهارة هي تنهار اكثر لأنه ضغط عليها كثير فاين البنى التحتية التي يخدمها الرابط السيكلكي هذه قضية غريبة عجيبة لكن الاوامر الايراني لا يمكن رفضها اوامر الميليشيات والميليشيات التي يعني تنفذ اوامر ايران وتبلغك بها لا يمكن رفضها وجودك على اي كرسي من اي مسؤول وجود على اي كرسي مشروط والموافقة على الشروط الايراني وهذا واقع الحال مع الاسف الشديد وقد هذه الحلقة قد انتهى اعزائي المشاهدين اترككم بخير والتقيكم في حلقة اخرى لذلك الان استودعكم الله والسلام عليكم